موسيقى إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله أحبتي في الله تقبل الله صيامكم وقيامكم وأسأل الله العظيم رب العشر كريم أن يجعلنا من عتاقاء شهر رمضان من النيران أيها الأحباب الكرام إن من كرم الله سبحانه وتعالى أن مد في أعمارنا حتى أتممنا صيام شهر رمضان المبارك وإذا ثبتت الرؤية أيها الأحباب الكرام في يوم الخميس بإذن الله تبارك وتعالى تكون مراقبة الهلال فإذا ثبتت الرؤية أيها الأحباب الكرام وأعلن عن ثبات الرؤية وأن يوم الجمعة هو يوم العيد فلا بد للمسلم أن يعمل أعمالا كان يعملها النبي صلى الله عليه وسلم استعدادا ليوم الجائزة وهو يوم العيد فما إن يعلن عن ثبوت الرؤية إلا ويبدأ المؤمن بالتكبير والتكبير سنة من سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وفيها تعظيم لشعائر الله عز وجل قال فيها رب العزيزة تبارك وتعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ومن شعائر الله سبحانه وتعالى أن يبدأ المؤمن بالتكبير الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد ما إن يكون غروب آخر يوم من رمضان وثبوت الرؤية إلا ويبدأ المؤمن بالتكبير ولا ينقطع عن التكبير إلا في وقت الصلاة أو في وقت النوم أو في وقت الراحة في السيارة ماشيا إلى المسجد ماشيا إلى أي مكان جالس عند أهله يكبر الله سبحانه وتعالى ومن سنن العيد أيها الأحباب الكرام التي حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم الاغتسال ليلة العيد أو في فجر صبيحة يوم العيد فلا بد المسلم أن يطبق هذا الهدي هذه السنة المباركة بأن يغتسل وأن يلبس أحسن الثياب وأن يتطيب ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يلب له حل خاصة يلبسها صلى الله عليه وسلم يوم العيد فلا بد المسلم أن يلبس أحسن الثياب وخصوصا البياض أيها الأحباب الكرام ويتطيب بأحسن طيب ويخرج إلى بيت الله سبحانه وتعالى يصلي الفجر ثم بعد صلاة الفجر يبقى يكبر الله سبحانه وتعالى حتى يدخل الإمام في صلاة العيد ومن السنن أيها الأحباب الكرام كذلك أنه في يوم العيد بعد صلاة الفجر لابد للمسلم أن يأكل تمرات وهي كناية عن الإفطار فلقد كان محرم عليه أن يأكل بعد الفجر في الأيام الماضية في شهر رمضان لابد للمسلم أن يأكل تمرات بعد صلاة الفجر وهي كناية عن الإفطار والاستعداد ليوم العيد ومن سنن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك أيها الأحباب الكرام يوم العيد ألا تترك صلاة العيد فبعض الأحباب الكرام يتوجهون في فجر يوم العيد إلى المقابر لزيارة أحبابهم ممن فقدوهم آباءهم أمهاتهم إخوانهم أقواتهم وهذا من الأمور التي خالف فيها كثير من المسلمين هدي النبي صلى الله عليه وسلم فلابد للمسلم أن يحضر صلاة العيد وأن يحضر خطبة العيد وأن لا يترك الخطبة لأن فيها خير كثير بعض الأحباب يقالف فيترك الخطبة ويقول أنها سنة ثم ينصرف إلى داره ولأجدر به أيها الأحباب الكرام أن لا يترك صلاة العيد ولا خطبة العيد وبعد قطبة العيد لا بد للمسلم كما بين النبي صلى الله عليه وسلم أن يسلم على إخوانه من المسلمين في المسجد وفي الشارع ولقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على أن يغير المسلم طريق العودة يأتيه بطريق ويعود بطريق آخر حتى يحظى بأن يلقى أكثر الناس ويسلم عليهم لأنه يقول صلى الله عليه وسلم إذا تصافح المسلمان أو المؤمنان تحاتت عنهما ذنوبهما كما يتساقط ورق الشجر فصل الخريف فلابد للمسلم أن يحظى بهذا ثم بعد ذلك أيها الأحباب الكرام من توصيات العيد لا بد للمسلم أن يصل أرحامه وأقاربه فإن الرحم معلق بعرش الرحمن يقول اللهم صل من وصلني واقطع من قطعني فلابد لنا أيها الأحباب الكرام أن تعالى عن الشحناء والبغضاء وأن نذهب إلى من قاطعناهم وأن نسلم عليهم وأن يعود الود فيما بيننا فنصل كل من كان بيننا وبينه قطعا وكل من كان بيننا وبينه بعد ثم بعد ذلك أيها الأحباب الكرام لا بأس بأن تتوجه بعد ذلك بوقت ملائم فتذهب إلى المقابر لا أمنع من الزيارة ولكن لا يجب أن لا تقدم زيارة المقابر على صلاة العيد وخطبة العيد فالأولى تطبيق هدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك أيها الأحباب الكرام اذهب إلى ما شئت بعد صلة الإرحام اذهب إلى المقابر وسلم على أحبابك وادعوا لهم بالخير واسأل الله سبحانه وتعالى أن يكونوا من أهل جنته ومن عتقائه من شهر رمضان من النيران تقبل الله منا ومنكم وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعيد علينا رمضان أيام عديدة وأزمنة مديدة وأن يغفر لنا ما تقدم من ذنوبنا إنه نعم المولى ونعم النصير وكل عام وأنتم بخير وصلى الله على سيدنا مقمد وعلى آله وصحبه وسلم موسيقى موسيقى